سوف ثم أجل حتى ينسى الناس أو يتناسون منطق تتعامل به الحكومة في بغداد أمام قضايا مفصلية توقفها محرجة أمام العالم بيد أن ذاك يبدو عاجزا أمام إخفاء عشرات الآلاف من المدنيين بيد قوات رسمية وشبه رسمية فتعمد إلى الشق الثاني الإنكار بالمجمل وعلى لسان من الجهة المفترض بأنها معنية بإرساء العدالة بعد سنوات من الجريمة وعلو صوت أهل ضحاياها تذكر مجلس القضاء أن هناك آلاف المغيبين قسريا عليه البحث عنهم فأجرى تحقيقات كانت نتيجتها صادمة لم تظلم الضحية فقط بل اتهمته وبرأت المتهم ببيان يفتقد لأبسط مفاهيم القانون كما رأاه حقوقيون بيان المجلس قال إن قسما من المخفيين كانوا معتقلين وانصدرت بحقهم مذكرات اعتقال وفق المادة أربع إرهاب سيئة الصيت وتلك إدانة صريحة وإقرار بأن السجون تعج بمغيبين لا يعرف ذوهم أي معلومة عنهم محاولة تقزيم الجريمة جاءت باقتصار رد المجلس على مخفيين اثنين توفي أحدهما فيما يقبع الآخر في السجن برواية تعاند المنطق والواقع وكأن عدد المخفيين لا يتجاوز أصابع اليد كيف لمن يبحث بإخفاء آلاف الأشخاص أن يسرد إنجازاته بالعثور على اثنين أحدهما ميت والدعاء الإفراج عن آخرين بشكل ينافي الضوابط القانونية المتبعة والتي تلزم استلام ذوي المعتقل له شخصيا وهذا ما يثير الشكوك بأن الميليشيات هي من استلم المعتقلين مختطف الصقلاوي وصلاح الدين قال البيان إنه سجلهم كمفقودين وما الجديد في ذلك؟ يتساءل الكثيرون بحث عن مفقودين فدونهم كذلك لكن اللافتة في بيان مجلس القضاء تقمص دور الميليشيات عندما يبرئ ساحتها فيشددوا على أن عوائل المخفيين لم يتهموا أي جهة بإخفاء أبنائهم وكأن صرخة تلك المرأة المكلومة وغيرها الآلاف كانت في دولة غير العراق بالإسفاف والتزوير وصف الكثيرون بيان القضاء عندما تحدث عن زيارة فرق تابعة له للأماكن التي يرجح وجود المخفيين فيها بينما يعلم الجميع أن تلك الأماكن مغلقة تماما أمام أي جهة فمن شبه المستحيل أن يستطيع أي مسؤول حكومي دخولها لا سيما جرف الصخر التي تعرض فيها وزير الداخلية الأسبق محمد الغبان للاعتقال عندما حاول دخولها قبل أعوام على يد الميليشيات تغطية رديئة وإخراج فج لجريمة يندى لها الجبين لكن ظهور القضاء في العراق بهذا الوجه أمام العلن يدعو للتساؤل عن وجهه الثاني خلف القضبان وفي الغرف المظلمة